خلينا نروح للنادي الأهلي ونطمن على تمرينة النهاردة ونعرف كل التفاصيل من زمالنا كريم أحمد اللي موجود في الأهلي في الجزيرة بيتابع التدريبات هناك يا مساء الخير الكريم مساء الخير عليك زمال العزيز أحمد سمير كل التحريك ولكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي طيب هبدأ معاك من أنتوني مودست أنتوني مودست عرفت أنه برح حسابات مبارات سموحة لكنه هيخضع لكشف طبي يحدد ما إذا كان هيكون موجود مع الأهلي في تنزانيا ولا لأ عايزة عرف معك تفاصيل إصابته وإمتى ممكن يرجع تاني لو عندك طبعا المعلومة يعني طبعا في البداية أكيد بنبرك لكل جمهور النادي الأهلي والعيب النادي الأهلي فوز مهم جدا الحقيقة زميلي أحمد يعني ليه رسائل عديدة مكاسب عديدة على المستوى الأفراد على المستوى الجماعي فيمكن كانت تنطلاقها جيدة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي وبنسبة لدور المجموعات يعني كان عندنا باد لك شوية في السنين الماضية لكن الحمد لله بالتركيز الكبير وبالإصرار الكبير جدا المعروف عن لعيب النادي الأهلي قدرنا أن احنا نفوز بنتيجة 3-0 وكان ممكن نتيجة الحقيقة يعني تبقى أكبر من كده في ظل كم الفرص الهائل الحقيقة اللي أضعه للنادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل لليه النادي الأهلي واستمر في مشواره والحفاظ على لقب البطولة الأفريقية يعني لو بنتكلم على مودست أنت عارف طبعا الضمة واحدة من الإصابات الحساسة شوية فيعني حتى هذه اللحظة طبعا يمكن بيتم البرنامج التأهيل الموضوع ليه بكل جدية وبكل قوة لكن موضوع الحسم طبعا بالنسبة لتنزانيا ممكن يكون بعيد شوية أنتوني مودست عن السفر إلى تنزانيا لأن نزام بقول لك إصابة الضمة بتحتاج تأني في شكل كبير جدا وبتحتاج كمان أن أنت تدخل تدريجي في التدريبات فحتى هذه اللحظة يمكن مش عايزين نحسن هذا الأمر لكن من الواضح ومن الرؤية ومن اللي احنا عشرنا إصابات كثيرة جدا مع العيب النادي الأهلي وتحديدا في العدل الضمة يعني أيضا نقول مودست الأمور بالنسبة له شوية هكون فيها صعوبة بالنسبة لمباراة يانج أفريكنز لكن لو بأكد على السلية وعلي معلول بأكد لك من خلالك ومن خلال بردامج السادسة علي معلول والسلية يكونوا متوقديين في قائمة مباراة سموح إن شاء الله بمشي تلالها يكون يوم الثلاثة على السادة المخاولون العرب يمكن السادة المخاولون العرب هنأكد على هذا الأمر أن لسه يعني من اللحظات تم اختار للنادي الأهلي بالمكان الملعب بالزمان الساعة 7 مساء لأنه كان في بعض الترجحات كده أن يكونت المباراة في السادة للسلام لكن فيه مباراة في السادة للسلام بنسبة لفريق زد فعشان كده خلاص تم أمر يعني حسم الأمر بنسبة لي مباراة السموح يوم الثلاثان إن شاء الله بإذن الله تكون على أستاذ المقاولين العرب علي معلول السلية أكدنا عليهم بشكل كبير جدا أيضا كمان يعني متولي لسه منتظرين أنه هو ياخد جزء كبير من الجماعي بيشارك بشكل منتظم لكن هي فيه تأني على كل اللعبين اللي إصابتهم مطولة لكن اللي بنأكد عليه هو السلية ومعلول مودست زي ما قلنا هيبعد شوية خلال الفترة الماضية أيضا كمان ريدا سليم ماشي بكل جدية فيه التدريبات يعني الاحتكاكات أمر مهم جدا ليه فيه تحذير كبير جدا ما بيشاركش طبعا فيه حاجات فيها كرة فيها التحامات كثيرة جدا لكن ماشي في البرنامج التأهيلي لكن بيشارك في التأسيم هل ده معناه أنه بيشتغل بدني بس يا كريم ولا كمان بياخد مساحة للمشاركة حتى هذه اللحظة لا حتى هذه اللحظة يعني قبل ما ندخل طبعا أو ينطلق بداية المران شوفنا ريدا بيواصل التأهيل منفرد فيمكن يعني من بعد مباراة بقى سموح يبدأ ياخد جزء تدريبي كده تدريجي لكن هو خلاص في المرحلة الأخيرة لأن احنا على طول بنتابع طبعا مع دكتور جبالة طبيبا للنادي الآلي هو ماشي فيه المرحلة الأخيرة من التأهيل يعني الناس قالت على آخر يناير لكن الرجل ممكن تدريجين إن شاء الله بإذن الله يدخل خلال الفترة القادمة وتحديدا بعد مباراة سموحة وبنتمنى أكيد كل توفيق للنادي الآلي هو كلام بالنسبة للردى كريم يعني الناس يعوان منهم الحقيقة طبعا أولهم كمان يعني عايز أعرف مش بس مرتبط بالماتشاط اللي جاية مرتبط بأن هل ممكن يلحق كاس عالم ولا كاس العالم برا الحسابات بالنسبة للردى سليم ومحمد ضوي كريستو لا يعني ردى سليم زي ما بقولك بالحالة اللي احنا شايفينها وبالبرنامج الموضوع ليه هو في المرحلة الأخيرة إن شاء الله بإذن الله يلحق كاس العالم لأنه ما فيش اشتراكاته ده أمر مهم جدا هتنزله تدريجي في بعض التدريبات أو في بعض التدريبات اللي بيكون فيها خشونا شوية أو فيها تأسيمات انت عندك ضغط كبير جدا زميلة أمان انت عارف يمكن اتكلمنا على عدد المبارات وتلاحهم المبارات صفر فريق النادي الأهلي بعد مبارات سموه هيكون يوم 30 ويمكن نتحدد أيضا كمان زي ما احنا عارفين رئيس الباسة يكون لنستاذ محمد الضماطي احنا عندنا يسا منتسع حتى نهاية الشهر لكن من الحالة اللي احنا شايفانا على الرضا هو هيكون متواجد مع فريق النادي الأهلي لكن اكيد يعني التأدير هيكون للطبيب وهيكون ايضا كمان الجهاز الفني الدفع به في مبارات كاس العالم وللأ لكن اللي بنأكد عليه انه هو يكون متواجد مع قائمة فريق النادي الأهلي في بطولة كاس العالم وزي ما قلنا يمكن مدس هو اللي بقيت شوية عن هذه المرحلة لكن بنتمنى له اكيد كل التوفيق لفريق النادي الأهلي طيب اكلم معك عن اكرم اكرم بقى اي قصته يعني بعد غياب طويل عاد قدم حقيقة نفسه بشكل ما كانتش حد يتوقع عادم نفسه بشكل اكتر من رائع وبعد كده غياب ايه القصة ايه الحكاية وهل اكرم ممكن يكون داخل حسابات بداية انه مبارات سموحة ولا اكرم ممكن يحتاج وقت اطول من كده شوية الحقيقة كلنا كنا سعداء بعودة اكرم توفيق يعني بيمثل قوة كبيرة جدا بشخصيته بروحه الكبيرة ويمكن زي ما تبعت وشفت زميلة احمد يعني المبارات اللي فيها اكرم الحقيقة تعرض للتحامات تعنيفة جدا 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 الحقيقة فكان من التأني ومن التحذيرات الطبية لان الراجل يعني يحاول ان هو يحافظ عليه شوية في بعض المبارات اكرم ما بشتكيش من اي حاجة اكرم كان جاهز فيه مبارات الامس لكن زي ما قلنا الروتيشن اجباري بنسبة لمستر كولر خلال المرحلة القادمة نظرا لضغط المبارات فبأكد لك اكرم يكون متواجد في قائمة مبارات سموحة الراجل بيحاول يوزع المجود على كل اللعيبة لكن العيبة اللي راجع من اصابة اختيار المباراة واختيار التحمات يمكن شوفنا زميلي احمد يعني لولا ما فيش فار طبعا في البطولة بدورة المجموعات لو كان في فار كانت الامور هتكون لها شكل تاني في المباراة الاخيرة التحمات كانت عنيفة جدا طار محمد طار الحقيقة تعرض يعني لكادمة كانت قوية جدا جدا بنتمنى ان شاء الله باذن الله ما يكونش في اي حاجة تطمن عليه هي كادمة بسيطة لكن هيشارك بمشيئة الله يعني باذن الله خلال الفترة القادمة بأكد لك على هذا الامر احنا معنا متسع من الوقت وبنتمنى طبعا ربنا حافظ على العيبة للنادي الاهلي لكن اقرم توفيه تحديدا مفيش اي شاكو من اي حاجة الراجل متواجد وبنتمنى له ان شاء الله باذن الله لو شارك في مباراة سموح يكون كالعادة بجدته وبقوته وبروحه الكبيرة جدا يكون سبب من اسباب الفوز ان شاء الله في مباراة يوم التولادة اكيد كل الاسماء اللي كانت بعيدة رجوحها وعودتها مرة تانية تمثل اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي وخصوصا انه حسابات المرحلة كلها مش بس بتكلم على ماتش سموحة وماتش يانج افريكنز معقدة الى حد كبير بشكر كريم على تقريره وعلى معلوماته عن تمرنت الاهلي النهاردة وعن الحسابات المعقدة وماذا يدور في رأس مارسل كولر في الفترة القادمة